وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد أما بعد حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب طيب عندي مجموعة اتصالات تنتظر تفضل أختي أسماء أسماء من الأردن السلام عليكم وعليكم السلام رحمة الله كنت بخير يا شيخ كنت بخير أختي أهلا وسهلا الله يساعد لك عندي ثلاث أسئلة تفضل أختي السؤال الأول أني قرأت قبل يومين أن القطط يوم العيد بتختفي أي فهل أنه عشان بتشوف الملائكة يعني صح هذا الحكي ولا لا أو شو السبب إن شاء الله السؤال الثاني أجلكم الله بول الإبل نعم بيستخدموه عشان الشعار وإشي زي هيك يعني فهل فعلا هذا فيه إشي في علاج النبوي زي هيك إن شاء الله السؤال الثالث من أختي دكتور إنها قرأت على الفيس إنه إذا الواحد كان مقصر في الصلاة فربنا سبحانه وتعالى بما معناه يعني بيحكي للملائكة إنه شوفوا إشقلوا مثلا من صيام اثنين وخميس صيام الأيام البيض زي هيك إنها يعني بتغطي التقصير في الصلاة صح هذا الكلام إن شاء الله ويعطيك العاسي ودعواتك يا شيخ الله يحفظنا وإياك ويباركيكم مالحب أختي أبو محمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله مالحب أليك يا شيخ حياك الله يا أبو محمد لدي عديد من الأسئلة إذا سمح الوقت تصدل أبو محمد السؤال الأول ماذا معنى حديث لا صلاة تلو صلاة زين الثاني صلاة الضحى غباء شكراً شكراً سؤال بالنسبة للتعلم اللغة الإنجليزية مثلاً بعضهم يتكلم مع نفسه للغة يقولون مثلاً هل يجوز ولا ما يجوز آخر سؤال يعني أنه إذا صار شيء عندهم مهم بالنسبة للإنجليزيين وهذه يقولون مكة بالنسبة لشيء المكان اللي يجذب الأشخاص والناس كلاً اللي يسمونها يقولون مكة لا ما فهمت أبو محمد السؤال الأخير ما فهمت عفواً إيش هو وين اللي تقول مكة إيش مكة ما فهمت السؤال مكة إذا صار يعني مثل مكان مهم عندهم ولا شيء ولا في شيء يعني يجذب الناس له يبدو اللي يقولون مكة هذا عند غير المسلمين إيش يعني الإنجليزيين وإلا أشياء أو المسلمين من غير العرب يقولون الكلام هذا لا لا الإنجليزيين نفسه مع الإنجليز طيب طيب يا أبو محمد أسمع الجواب بحول الله مرحبا مرحبا حياك الله أبو عبد الله السلام عليكم عليكم السلام لو سمعت يا شيخ أنا عندي سؤال بالنسبة للصلاة الواحد هو جالس على الكرسي بالنسبة للركوع يعني الواحد يركع السجود بالنسبة للسجود مثلا حين أنا في السيارة أو مثلا بصلي وأنا جالسة تعبانة ولا شيء إذا بصلي وقت الركوع يعني أنزل نفسي شوية من هذا بالنسبة للسجود يعني أنزل زيادة أكثر عن الركوع ولا بالعين وأنت قادر على السجود ولا مقادرة لا إذا مش قادرة إذا مثلا الوالدة مش قادرة مثلا تسجد على الأرض تتعب إذا سجدت فكيف تسجد يعني تنزل أقل عن الركوع ولا بالعين أبشر يوم عبد الله شكرا ما تقفر مرحبا إبراهيم يا أبا إبراهيم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله يبحانك يا شيخ أهلا وسهلا أخوي كل سنة والأهل طيبين بل في حيث ونت طيب ونت طيب بارك الله فيك تقبل الله منه ومنك أمين يا رب فيش سؤال من فضلك يا شيخ هناك أخت لها أخ محبوس في السجن وتريد أن تخرج زكاة مالها هل يجوز أن تعطيها لهذا الأخ المحبوس لأنه يحتاج لدفع مصارف المحامي إن شاء الله والسؤال الثاني من فضلك يا شيخ على مسألة الدبيحة يعني دجاج أو بقر أو غنم ماذا يقال عند الدبح عند النهر وهل يجوج للإنسان الذي لا يصلي أن يدبح إن شاء الله يجوجه مؤمن كل شيء لكن الصلاة هو مقصر في الصلاة ليس نقرانا لوجوبها وإنما هو تكاثل لكن يصلي أحيانا ويترك أحيانا نعم يصلي أحيانا ويترك أحيانا تكاثل يعني لا نقراني وجودها أو وجوبها إن شاء الله يا آبا إبراهيم شكرا يا حبيبي الله يحفظك أهلا وسهلا هياك الله أبو علي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا الشيخ مرحبا لو سهلا عندي ثلاثة سالة تفضل السالة أول الشيخ عند المشار الصباح أن ما ينتهي في بعض من الناس يدمع كفة ويمسع شيء ويمسع على جميع الجسم والثالة والثالة الثانية أن ما يقيم الصلاة في بعض من الناس يقولون قامت ودامت والثالة الثالث في شخ وكل離 يتبحون أضحياته خارج الدولة الدولة عجدوا وزبحه الحصى في كيف 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 السؤال الثالث شخ وكل أن يتبحون أضحياته خارج الدولة طيب خارج الدولة ما عيدوا ما عيدوا الزبحة وها ما عيد لمن هنا كيف ما عيدوا؟ يعني هم بعدنا عيدوا هم بعدنا يوم الأربعة عيدوا أي ونحن الثلاثة عيدنا هم زبحة واللاطحية يوم الثلاثة معنا نحن الله المستعين طيب يعني يوم العيد كان صار كلام بيننا يقول لي الجوز أين عيد طيب 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 أبو علي أبشر جزاك الله خير يا شيخ مرحب أخوي مرحب تفضل يا أم ليلى أم ليلى من فرنسا سلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تقبل الله مننا ومنك شيخ آمين آمين جزاك الله خير عندي سؤالين تفضل سؤال الأول هل صحيح أن نهاية طريق المغرب بعد الأذان بخمسة عشر دقائق طيب سؤال ثاني ما حكم لباس الثوائب التي فيها عالم بلد غير مسلم لباس إيش لباس فيها عالم بلد غير مسلم طيب ثلاثة لا خلاص ببرك الله وبركاته طيب مرحب عليكم السلام طيب علي علي سلام عليكم يا شيخ بكم السلام وبركاته حي الله عليك العامة بخيه تقبل الله منه ومنك شيخ الوالدة بدأت تصوم اليوم في السلام البيض عادي تصوم اليوم وبكرة وبعد بكرة ان شاء الله علي شكرا يا شيخ مرحبا أم علي السلام عليكم عليكم السلام وبركاته لو سمحت يا شيخ أريد أسألك الحين بالنسبة لصورة الكهف الوالدة مثلا تقرأ ليلة الجمعة يعني يوم الخميس بالليل مثلا بعد الساعة 12 أو بعد صلاة المغرب فهل يعتبر أنه صورة الكهف يعني خلاص قرأته ولا لازم ترجح تقرأ مرة ثانية يوم الجمعة إن شاء الله شكرا يا شيخ مرحبا أختي طيب أكتفي بهذا القدر بارك الله في الجميع طبعا كان عندي يوم عرفة بقيت مجموعة أسئلة طبعا ما استطعت الإجابة عليها وذلك لذهاب الوقت بالنسبة للبرنامج ويعذروني الأخوة والأخوات لاتصلوا في يوم العرفة وأنا وعدتهم إن شاء الله بأنني أجيب على أسئلتي من الأخ طبعا فواز من عجمان سأل يقول هل يجوز لمقيم مغترب في بلد أن يوكل شخص في ذبح الأضحية طبعا تعرفون بأن وقت الأضحية انتهى لكن بالنسبة للجواب هذا علم ما في بأس الإنسان يتعلم ليس شرطا أن يكون السؤال عن الأضاحي في يوم الأضاحي بل يتأكد الأمر أن الناس يسألون قبل وقت الأضاحي ويسألون طوال العام حتى يكون عندهم علم عموما الجواب نعم يجوز له أن يوكل شخصا بذبح الأضحية عنه في بلده أو في أي بلد آخر وللها الحمد والمن عفيفة من السعودية بارك الله فيها تقول ولدها اشترى لها ذبيحة وقال لها أنا اشتريتها لك عشان تضحي تقول أنا حابة أني أنا أشتري وأضحي تقول ما حكم ذلك عفيفة تقبل الله منه ومنكم وأكيد إن شاء الله أنكم ذبحتم ضحاياكم ما في شيء أي إنسان جته شات أو أضحية هدية أو هبة وملكها يجوز يضحي فيها أي إنسان أهدي إليه شيء مثلا يعني خاصة من بهيمة الأنعام أهدي له جمل ناقة بقرة جاموس مثلا أهدي له شات عنز مثلا وتوفرت فيها الشروط الشرعية لصحة الأضحية يضحي الحمد لله فابنك مأجور على يعني هذه الهدية وهذه الهبة لك وأنت مأجور على الأضحية ولذلك أي إنسان تجي هدية أضحية وقالوا له والله هذه مني لك مثلا وملكها خلص دخلت تحت منك يضحي فيها ولله الحمد وما ينبغي للإنسان أن يرد الآخرين لأنها أحيانا قد يكون الإنسان يريد التحبب والتودد مثل العيال مع والديهم مثلا مثل الإخوة لا تردونها خذوها وضحوا فيها والحمد لكم الأجر خلص دخلت ملك الإنسان مونة من العين بارك الله فيها سألت تقول بالنسبة لقيام الليل تقول عادي نصلي الساعة العشر مثلا الفرض وبعدين أحفا تقول نصلي الفرض وبعدين سنة العيشة وأربع ركعات وعدين الشفع الوتر أختمونا بارك الله فيك الجواب نعم بالنسبة للإنسان إذا أراد أن يصلي العشة وكان ممن لا تجب عليه الجماعة فما في بأس أن يأخرها إلى منتصف الليل قبل منتصف الليل صلينا العشة بعض الناس الآن يقول لك أنا أبغى أصلي العشة مع الشفع الوتر ويأخر صلاة العشة يأخرها ما في بأس ولله الحمد ما دام أن الإنسان ما واجبت عليه صلاة الجماعة اللي هو الذكر البالغ أما المرأة في البيت أو المريض مثلا يجوز ليأخر صلاة العشة تأخرين صلاة العشة وإذا صليتها في وقتها يجوز أنك تصليين قيام الليل الساعة عشرة الساعة 11 الساعة 12 أي وقت ما دام ما وصلت إلى أدان الفجر هذا كل وقت لصلاة الليل تصليين أربع ركعات مثلا بعد العشة هذه مثلا ما ذكرت تساعة عشرة تصليين أربع ركعات وبعدين الشفع والوتر كما ذكرت الأمر طيب ولله الحمد والمن مونة تقول بالنسبة لتقسيم الأضاحي تقول ما عندنا فقرة أعرفهم في عمال يشتغلون في المتجر تقول نعطيهم مونة بارك الله فيك أولا نفي فكرة أنه ما في فقرة غير صحيح الله عز وجل من سننه الكونية القدرية خلق الغنى والفقر خلق الأغنية والفقراء هذه سنة كونية قدرية أغنى بلد في العالم تجدين في فقراء ولذلك بعض الناس يقول أنا ما أدري نفي الشيء لا يعني عدم وجوده نفي العلم بالشيء لا يعني عدم وجوده فأنت بارك الله فيك عندك خطوات يا أختم أن تتصلين بالجمعية الخيرية تتصلين بالهلال الأحمر تتصلين مثلا بإمام المسجد إمام المسجد في الغالبة إمة المساجد عندهم فكرة عن اللي في الحي من الفقراء المساكين توكلين شخص مثلا من الأشخاص يودي لك الصدقة هذه أو مثلا ثلث الأضحية اللي عندكم في المتجر مثل ما ذكرتي طبعا ليس كل من يشتغل في المتجر فقير لكن ممكن تعطينه من باب الهدية وفيه يشتغلون في المتجر أحيانا فقراء خاصة اللي يوصلون هذول هذا فقير يعني راتب قليل جدا عموما ما في بأس ما في بأس تعطينهم بارك الله فيك أمونا تقول يعني بالنسبة يعني تقول في عائلة ممكن أعطيها من يعني الصدقة هي فقيرة وتأخذ أدوية من صندوق الزكاة وممكن أيضا نعطى الصدقات اللي في الدكان مونا بارك الله فيك عندنا شيء اسمه الزكاة وشيء اسمه الصدقات وشيء اسمه الهبات وشيء اسمه العطايا وشيء اسمه الهدايا هذه بالنسبة للتصرفات المالية التصرفات المالية الزكاة يجب على المسلم أن يتقيد بالأصناف التي ذكرها الله عز وجل في القرآن في قولي جل وعلا إنما الصدقات للفقراء الفقيري اللي ما يجد شيء معدم والمساكين المساكين اللي يجد نصف كفايتة عندها داخل لكن ما يكفي العاملين عليها هذا تابع لولي الأمر هو اللي يوظف الناس يعني في جباية الزكاة المؤلفة قلوبهم هؤلاء أيضا من اختصاص ولي الأمر في قضية إعطاء قوم يعني يحبون الإسلام يدافعون عن الإسلام يتألف قلوب هؤلاء وفي الرقاب هذه قديما الغارمين الشخص المديون بحق وليس بباظل وما عنده قدرة على السداد هذا يعطى من الزكاة وفي سبيل الله هذا الجهاد نص جميع أهل العلم على أن هذا الجهاد الشرعي الذي له راية وإمام خلف ولي أمر وابن السبيل ابن السبيل المسافر الذي انقطعت به الحبال والسبل وما عنده قدرة يشتري مثلا أو أنه يصل إلى أهله سواء شراء تذكرة أو مثلا ما يتعلق بسيارته ما عنده ولا عنده شيء مثلا يسحب منه مثلا هذه الزكاة الصدقة يأخذ الفاضل بابها واسع يجوز الصدقة على الأغنية الغني مليونير يجوز أن تصدق عليه يجوز الصدقة على الوالدين على الأولاد على الزوجة على الأقارب والأرحام حتى على من تجب على الإنسان نفقته يتصدق الصدقة على البهائم هذه صدقة هذه كلها صدقة فأنت سألتيني قلتيني يعني عائلة تأخذ من صندوق الزكاة الأدوية إذن فقيرة هذه هذه تستحق بالزكاة وليس الصدقة هذه تستحق بالزكاة وليس الصدقة عموما تتصدقين عليهم جاء الله خير العمال اللي في الدكان صاحب الدكان في الغالب أنه مقتدر يعني غني ما يعطى من الزكاة لكن تحبين تتصدقين علي ما في بأس لكن العمال عمال التوصيل والتحميل والتنزيل هؤلاء في الغالب فقراء تتصدقين عليهم تزكين عليهم بارك الله فيك سنة من المغرب بارك الله فيها تقول الأخت تسكن مع أبوها وتقول عفوا تقول الأخت تسكن في أوروبا وتريد أن تضحي في المغرب تقول طبعا هذا سابقا تقول يعني العيد سيكون في المغرب يوم الأربعة والعيد عندنا هنا يكون يوم الثلاثة حسب ما ذكرت أختي سنة بارك الله فيك بالنسبة للشخص الذي يريد أو وكل شخص في بلد وكل شخص في بلد وهذا الشخص العيد اللي في الوكيل طبعا العيد اللي في بلده قبل أو بعد بلد الموكل العبرة ببلد الوكيل ببلد الوكيل مثل السؤال اللي وردنا اليوم من الأخ أبو علي أبو علي من الشارقة نفس السؤال نفس السؤال ولذلك اخت الفاضل أنتم في أوروبا عيتتم الثلاثة وفي المغرب الأربعة إذن يلتز من الوكيل بأنه يضحي يوم الأربعة المفترض طبعا الآن انتهى المفترض أن يضحي يوم الأربعة ما يضحي يوم الثلاثة اعتبارا بحالكم أنتم أو حالنا نحن مثلا في الخليج نحن عيدنا يوم الثلاثة أغلب الدول العربية السؤال عيدنا الثلاثة فالعبرة ببلد الوكيل وليس ببلد الموكل فبالنسبة لك أنت قلت يعني العيد سيكون الأربعة إذن يذبح الأضحية الأربعة وكذلك أخوي اليوم أبو علي من الشارقة بالنسبة لهذا الشخص لا شك بأنه أخطأ حينما ذبح يوم الثلاثة اعتبارا ببلد الموكل أخطأ أخطأ وإنما العبرة ببلد الوكيل ببلد الوكيل فإذا أحب الموكل أن يضمنه هذه الأضحية له ذلك يضمنه له الحق في ذلك أما إذا قال لا يعني هذا جاه يجهل الحكم وما عرف إلا متأخر وحب أن يسامحه ما علي شيء في مثلي هذا الأمر خاصة أن الجمهور فقهة يذهبون إلى أن الأضحية سنة سناء من المغرب تسأل تقول متى تصح الصلاة المفروضة على الولد والبنت يعني هل هي من عشر سنوات أختي سناء بارك الله فيك بالنسبة لما يتعلق بوجوب الصلاة على الأولاد من الذكور أو البنات إنما تجب في حال البلوغ بمعنى إذا بلغ الولد سواء كان ذكرا أو أنثى جرى عليه القلم يبدأ الملكان يكتبان الحسنات والسيئات بالنسبة لقبل البلوغ يعني سن السابع أو سن العاشرة يجب على الوالدين أن يأمر الأولاد بالصلاة ولذلك المسألة كثير من الناس غير واضحة عنده غير واضحة عنده ففي سن السابع إلى العاشرة المكلف الوالدان أو الوالدين مكلفان الوالدان مكلفان أو مكلفين بأمر الأولاد بالصلاة فإذا كان الولاء الوالد سواء كان أما أو أبا تساهل في هذا الذي يأثم الوالد وليس الولد يأثم الوالد والتعبير بالوالد يشمل الأم والأب فهما يأثمان إذا ترك الولد في هذه الفترة أما الأولاد فما يجري عليهم القلم قبل البلوغ ولذلك الإثم على الوالدين إذا فرط في قضية الأمر بالصلاة أما إذا أمر بالصلاة وبذل الأسباب والولد ما استجاب لا يأثماني في مثل هذه الحالة بالنسبة للولد إذا بلغ سواء كان ذكر أو أنثى جرى عليه القلم يعني الآن تبدأ حساب الملكان يكتبان الحسنات والسيئات بالنسبة لهذا الولد بارك الله فيك ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع لاحظي الأمر متجه إلى من؟ إلى الوالدين مروا أولادكم فإذا بلغ الولد خلاص لقول النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث قال وعن الصبي حتى يبلغ عن الصبي حتى يبلغ خلاص منذ البلوغ يبدأ الملكان بكتابة الحسنات والسيئات أم أحمد من الشارقة تسأل أو سألت تقول بالنسبة لصلاة الظحى تقول صليتها بعد شروق الشمس بعشرين دقيقة وقبل الظهر بنصف ساعة أيضا صليت أربع ركعات بنيت الظحى يعني هل هذا يجوز؟ أم أحمد بارك الله فيك الجواب نعم يجوز فوقت صلاة الظحى يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح يعني بعد طلوع الشمس تقريبا بربع ساعة وينتهي بأذان الظهر اللي هو الزوال علامة أذان الظهر هذا كل وقت لصلاة الظحى وليس من شرط صلاة الظحى إذا كان أكثر من ركعتين أن تكون متواليتين فيجوز لك أن تصلي بعد ارتفاع الشمس قيد رمح ركعتين وتصليين الساعة 9 ركعتين والساعة 10 ركعتين والساعة 11 ركعتين ما في بأس ولله الحمد والمن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم من حديث عائشة أنه كان يصلي أربع ركعات في بيته قبل أن يخرج صلى الله عليه وسلم من الظحى من الظحى يصلي ركعتين ثم ركعتين صلى الله عليه وآله وسلم أم أحمد تقول أنا أي عمل أعمله مثل إماطة الأذى والصدقات وغير ذلك أقول رب اجعل لي يعني من عملي كذا وتقبلها مني وآتي بالدعاء الآخر أختي أم أحمد بارك الله فيك أولا بالنسبة للإنسان حينما يقدم على العمل حتى يكون العمل مقبول لا بد فيه من شرطين الأول الإخلاص لله عز وجل الإخلاص يعني أن يكون هذا العمل خالصا لله و ضد الإخلاص الرياء الرياء يعني أن يرائي بعمله أو يريد الدنيا مثلا بعمله الديني الشرعي هذا يفسد الإخلاص كما يفسد الخل العسل الثاني المتابع للنبي عليه الصلاة و السلام لأن الله جل وعلا أمرنا بأن نعبده جل وعلا و ذلك باتباع نبي عليه الصلاة و السلام فيما يبين عن الله فيما يبين عن الله فما ذكرتيه من الأعمال الصالحة إماطة الأذى عن الطريق الصدقات ذكر الله عز وجل هذا كل أعمال صالحة طيب قضية أنه عند كل دعاء تدعين الله عز وجل أنا ما أحفظ في هذا نص يعني ما كان النبي عليه الصلاة و السلام إذا عمل عملا قال اللهم تقبلها مني أو اللهم تقبل مني كما تقبلتها من عبدك داود مثلا أو بدعاء سليمان أو شيء ما أحفظ هذا لكن يجوز للإنسان أن يتوسل إلى الله بالعمال الصالح يعني يجوز الإنسان أن يدعو اللهم بحبي لك بحبي لنبيك اللهم بإقامتي للصلاة اغفر ذنوبي اللهم بحرصي اللهم بقراءتي لكتابك العزيز اشفي مريض مثلا يجوز التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالح لكن عند كل عمل تأتين فتقولين هذا الدعاء اللهم رب اجعل هذا كذا ما يحتاج يا أخت الفاضل لأن العمل إذا توفر فيه شرط الإخلاص و شرط المتابعة قبل بإذن الله جل وعلا لكن إذا احتجت أن تتوسل إلى الله بهذه الأعمال الصالحة ما في بأس مثل ما قال جل وعلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة و في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة و غير ذلك من الآيات و حديث عندنا أصحاب الغار الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم بصالح أعمال لكن أنا ما أحفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام أو أحد من الصحابة كان عند كل عمل صالح يدعو بهذا الدعاء أنا ما أحفظ في هذا شيء بارك الله فيك أم أحمد أيضا سألت تقول بالنسبة لدعاء نبي الله سليمان ربي أوزعني أن أشكر نعمتك إلى أهل تقول أنا أزيد أحيانا أقول هذا الدعاء وأصلح لي في ذريتي هل أتقيد بهذا الدعاء أو لا بأس بالزيادة أخت الفاضلة الدعاء الأنبياء جميل هناك أدعية عظيمة للأنبياء ذكرها كتاب ربنا جل وعلا و لذلك طيب أن الإنسان يدعو بدعاء الأنبياء و لا يوجد بأس لو جمعت أدعية الأنبياء أو مثلا مثل ما يحصل من التلفيق مثلا بين الأدعية ما دام أنها في كتاب الله عز وجل ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي و على والدي و أن أعمل صالحا ترضاه و أصلح لي في ذريتي ما في بأس طيب لأن هذه سمى التلفيق بين أدعية واردة في الكتاب و في السنة آية من العراق سألت تقول واحد من أقارب نتزوج زوجة عم بعدما توفي هل هذا حلال؟ آية بارك الله فيك الجواب نعم يجوز للإنسان أن يتزوج زوجة عمه و زوجة خاله بل و زوجة أخيه إذا طلقها أو توفي عنها و ما المانع؟ الله عز وجل أباح هذه المرأة و الحرمة مؤقتة الحرمة مؤقتة فإذا مات مثلا رجل عن عن امرأته سواء كان خال أو عفوا سواء كان عم أو خال أو أخ يجوز للإنسان أن يتزوج ما دام أنه فارقه و انقطعت العلاقة بينهما انقطعت علاقة الزواج بينهما يجوز ولله الحمد و وين المشكلة فيه؟ يعني إذا أنت الآن تقولين تزوج زوجة عمه بعدما مات طيب يجوز تزوج زوجة أخيه إذا طلقها أو مات عنها إذا طلقها أو مات عنها ذلك بعض الناس للأسف ينكر هذا و يستنكر و يستقبحه بناء على أعراف و عادات وهذه مضادة لدين الله مضادة لشرع الله ما فيها شيء ولله الحمد و المنه هذا مما أباحه الله سبحانه و تعالى بارك الله فيك و لا يجوز لأحد أن ينكر على آخر أن يتزوج زوجة عمه أو زوجة خاله أو زوجة أخيه ما دام أن العلاقة قد انقطعت بينهما سعيد بن أبوظبي يقول أنا وكلت واحد من عيالي أن يضحي عني يعني طبعا السئلة هذه كلها كانت في الأضحية أيام الأضاحي عموما بالنسبة للشخص يعني إذا وكل شخص آخر في أن يضحي عنه هذا لا يعني بأنه لا يمسك عن الأخذ من الشعر و الأضفار الوارد في حديث أمي سلم عند مسلم لا العبرة من حيث الأخذ من الشعر أو الأضفار أو البشرة بالموكل صاحب الأضحية كونك وكلت أو لم توكل أما تقول لا أنا السنة هذه ما أنا مضحي أنا لا أريد أن أضحي خليت الولد يضحي في البيت نحن عايشين في بيت واحد نعم هو الذي يمسك عن الأخذ من الشعر و الأضفار و مسألة هذه المسألة بحذناها بحث طويل جدا لعلكم تذكرون يمكن بعض الناس سمع لأول مرة هذا الكلام لا فيه لي جواب طويل جدا ذكرت كلام العلماء في حديث أمي سلمة و كيف الجمهور وجهوا في بعض العلماء حملوا النهي على التحريم و الجمهور حملوا على الكراهة التنزيهية ذكرنا هذا في من يتابعنا و يعرف هذا الشيء الأخي سعيد يقول هل فيه دعاء عند ذبح الأضحية أخي الفاضل بارك الله فيك بالنسبة للإنسان إذا أراد أن يذبح ذبيحة سواء كانت أضحية أو عقيقة أو أي ذبيحة أخرى يقول أولا مجوبا باسم الله هذا واجب و لذلك أي ذبيحة يتعمد الذابح عدم ذكر اسم الله فلا يجوز أكلها لقول الله عز وجل و لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وللأسف الشديد يوجد بعض الناس خاصة عند الأضاحي ينشغلون و ربما بعضهم بسبب كون الأضحية ناقة مثلا أو جمل أو بقرة ينشغل في قضية إضجاعها أو في مثلا عقلها و هي واقفة مثلا و ينسى التسمية و هذا غلط و هذا حقيقة خطر على الأضحية بعض العلماء يقول الذبيحة لا تأكل إذا لم يذكر اسم الله عليه سواء كان عمدا أو نسيانا هذا قول محترم عند كثير في بعض المذاهب الفقهية القول الراجح أن الإنسان إذا تعمد ترك التسمية لا يجوز أكل الذبيحة أما إذا نسيها فيجوز لأن النسيان عارض من العوارض من عوارض الأهلية و ربنا جل وعلا قال ربنا لا تأخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال قد فعلت بعد ذلك يقول الله أكبر و هذه سنة يقول الله أكبر سنة و بعدين يقول اللهم منك و لك اللهم منك و لك هذا بالنسبة الأضحية طبعا اللهم عني و عن أهل بيتي مثلا أما قضية أن يأتي بأدعية ما أحفظ في هذا الشيء بارك الله فيك أسماء من الأردن اليوم سألت مجموعة أسئلة تقول يعني قرأت قبل يومين بأن القطط يوم العيد تختفي و هل معنى ذلك أنها ترى الملائكة و أختي أسماء من الأردن بارك الله فيك و الله ليس عندنا نص لا في قرآن و لا في سنة و لا في أثر أن القطط تختفي يوم العيد بل أزيدك بأن حتى في الواقع ما عندنا شيء من هذا أنا شايف يوم العيد قطط أنا شخصيا شايف يوم العيد قطط فالمقصود بأن هذه خرافة من الخرافات يمكن شخص في ذاك اليوم القطط اللي في حارته و اللي حوله ما شافه و طلع هذه الإشاعة هذا كلام غير مقبول لا شرعا و لا عقلا بارك الله فيك أسماء تسأل عن بول الإبل تقول يستخدم يعني لأجل الشعر تقول هل يعني جاء في العلاج النبو و شيء من هذا أختي أسماء بارك الله فيك جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر القوم الذين جاءوا المدينة و قد اجتووا المدينة أصابتهم حم يثر حم المدينة أصابتهم حم المدينة و وهنت أبدانهم و صفرت ألوانهم أمرهم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها هذا حديث صحيح معروف يشربوا من ألبانها وأبوالها فسبحان الله ذهبوا فشربوا من ألبانها وأبوالها فصحوا صحوا أصبحوا سبحان الله في عافية و صحة و هذا الحديث حديث صحيح و يعني لا حاجة لنا إلى أننا والله لا بد أن نخضعه تحت المجهر و المعامل هذا حديث الصادق الذي لا يكذب صلى الله عليه و سلم هذا حديث الذي قال جل وعلا في حقه و الذي جاء بالصدق و صدق به و لذلك ما في حاجة أن نبحث و مع ذلك أنا بنفسي قرأت بحث لجهة غير مسلمة يعني يذكرون بفوائد هذه المسألة و هي خلط اللبن بالبول و العرب قديما و إلى عهد قريب النساء يستعملن بولة الإبل في قضية الشعر و تقويته و إيطالته معروف هذا الشيء و هذا ليس على سبيل الوجوب و ليس كل الناس عندهم شامبوات و صابون و منظفات العرب قديما ما عندهم مثل هذا الشيء و هذا بالتجربة يذكرون هذا الشيء و أكد على أن المسألة ليست على سبيل الوجوب و لا على سبيل كذا و إنما هذا من باب على سبيل الإرشاد على سبيل الإرشاد فإذا سألتيني هل يوجد في السنة نعم يوجد في السنة بارك الله فيك قضية والله استخداماته في الشعر في غيره التجربة على أنه قديما كان يستخدمونه في الشعر في غيره يعني مسألة ثانية و عندي مسألة أخرى و هي أن المذاهب الأربع الفقهية المذاهب الأربع الفقهية على أن المأكول اللحمه طاهر بوله على أن المأكول اللحمه طاهر بوله و هذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة كل مأكول اللحم طاهر البول يعني شخص الآن مع الإبل و أصبح مثلا جاءه شيء من رشاش بول الإبل و يريد أن يصلي ما عنده الله و يصلي فيه ما فيه شيء الشخص مع البقر مثلا و جاء من روث البقر أو من بول البقر مثلا شيء على ثوب أو حرم مثلا و يبغي يصلي و ما عنده فرصة يغير يصلي ما فيه شيء صلاة صية باتفاق الأئمة الأربعة باتفاق الأئمة الأربعة لأن المأكول اللحمه طاهر بوله أسماء سألت تقول أختي قرأت تقول إذا قصاصة أو قرأت شيء تقول إذا كان هناك شخص مقصر في الصلاة يقول الله عز وجل للملائكة انظروا هل له من صيام هل له من كذا أختي أسماء بارك الله فيك طبعا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيام الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيام الصلاة فإن كانت تامة كتبت تامة و إن كانت ناقصة يقول الله انظروا هل لعبدي من تطوع هذا هو الحديث الصحيح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك الإنسان الذي عنده خلل في صلاة الفريضة أو نقص مثلا أو حصل عنده أحيانا تأخير ويروح يقضي لا شك بأن الأجر ينقص والصلاة ناقصة اللي يكملها السنن سواء السنن الرواتب أو السنن المطلقة أو قيام الليل أو صلاة الضحى هذه كلها تكمل الفريضة بإذن الله جل وعلا أما مثل ما ذكرت يقال أنظروا هل له من صيام ما أحفظ في هذا الشيء ما أحفظ في هذا الشيء لكن أهل العلم يقولون من وقع في ذنب طبعا الذنب يا أخواني يا أخواتي ليس بالضرورة أن يكون معصية اللي أشد من المعصية ترك الواجب هذا الذنب أيضا اللي ينام عن صلاة الفجر هذا ذنب هذا ذنب اللي يتأخر في إخراج الزكاة هذا الذنب أي واجب لا يأتي به الإنسان هذه معصية عظيمة أشد من بعض المعاصي التي هي الذنوب والآثام فالمقصود بأن من وقع في معصية فإن مع التوبة إلى الله عز وجل يكثر من العمل الصالح مثل ذكر الله مثل الاستغفار مثل الصدقة مثل الصيام مثل بر الوالدين صلة الأرحام بر الخالة أيضا ورد في الحديث الخالة على وجه التحديد خالتك مثلا على وجه التحديد وغير ذلك من الأعمال الصالحة هذه كلها بإذن الله سبب من أسباب يعني التكفير هذه الخطايا وأيضا أن يرجع الإنسان إلى طريق الطاعة وطريق العبادة أبو محمد من السعودية سأل مجموعة أسئلة يقول هل هذا حديث لا صلاة تلو صلاة أخي أبو محمد بارك الله فيك بالنسبة لهذا الحديث بهذا اللفظ لا أحفظ شيء من هذا وإنما المعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يصل الإنسان صلاة بصلاة إلا أن يخرج أو يتكلم هذا من حديث معاوي رضي الله عنه ولذلك الإنسان إذا انتهى من الصلاة يكره له كراهة شديدة أن يقوم فيصلي مباشرة مثل ما يصنع بعض الناس الآن نشوفهم في المساجد يسلم الإمام يقوم مباشرة ويأتي بالسنة هذا غلط هذا وقوع فيما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام والكراهة شديدة بل بعض العلم حرم ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين بأن هذا أهلك من كان قبلنا لأنهم خالفوا الأنبياء خالفوا الأنبياء فالشخص الذي ينتهي من الصلاة ما يقوم يصلي مباشرة لا يأتي بالأذكار يأتي بالتسبيحات والتهليلات وإذا أبى عنده شغل أو عنده شيء يطلع يتحرك يعني يخرج خارج المسجد يصلي في بيته أو يصلي في مكتبه أو يصلي في متجره أما يصل صلاة بصلاة هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبو محمد يسأل عن صلاة الضحى يقول هل هذا حديث صلاة الضحى غبة أبو محمد بارك الله فيك هذا ليس بحديث وإنما هذا ذكره العلماء الذين يذهبون إلى أن صلاة الضحى مستحبة وليست سنة مؤكدة ومستحبة معناها أن النبي عليه الصلاة ما واضب عليها وغب المعنى الغب تصلي يوم وتترك يوم هذا المعنى تصلي يوم وتترك يوم هذا على قول من يذهب إلى أن صلاة الضحى مستحبة وليست سنة مؤكدة أما من يذهب إلى أن سنة مؤكدة فيقول صلاة الضحى يوميا ولله الحمد والمنى ولا تصلى غبا أبو محمد يسأل يقول ما حكم عبارة طويل العمر أو كذا أبو محمد بارك الله فيك أولا بالنسبة للأعمار محسومة ومكتوبة فالله جل وعلا يقول لكل أجل كتاب لكل أجل كتاب الأمر الثاني يجوز للإنسان أن ينادي مثلا وجيه ينادي والده ينادي عالم يقول أطال الله عمرك أطال الله بقاءك يا طويل العمر مثلا وإن كان بعض العلماء يستحب تقييدها بالطاعة يقول أطال الله عمرك على طاعته أبقاك الله على طاعته ولذلك الإمام أحمد رحمة الله قال له رجل يعني أطال الله بقاء قال ذاك أمر مفروغ منه ولم يقل له هذا حرام ولا كذا ولذلك يجوز للإنسان أن يقول لوالديه يقول لعالم يقول لوجيه يقول لولي أمر يقول ليا طويل العمر أطال الله بقاءك والأفضل أن يقيده بي مثلا على طاعته يكون هذا أفضل كما نص على ذلك العلماء أبو محمد يسأل يقول ما حكم قول البقية في حياتك أبو محمد بارك الله فيك يعني بالنسبة لهذه العبارة محتملة محتملة فإذا كان المقصود البقية في حياتك مما تبقى من أجلك ما في بأس لأنه ما في أحد يعتقد بأنه يخلد وأما إذا قصد بأن البقية في حياتك أنت في هذه الدنيا فهذا أعتقد ما أحد يقوله ما أحد يقوله والأفضل ترك هذا الأفضل ترك هذا مدام أن مثل هذه الألفاظ مشكلة وفيها اشتراك فتترك ويلجأ الإنسان إلى المصطلحات الشرعية وإلى الجمل التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن السلف الصالح الكرام رضي الله عنهم ولو قال البقاء لله صدق لأن الله جل وعلا قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم فله الحياء المطلقة التي لم يسبقها عدم ولا يتبعها فناء فالله جل وعلا الحي القيوم سبحانه وتعالى فيقول مثلا البقاء لله وهذه كلمة عظيمة تشير إلى عظمة الله عز وجل وأن ما من شيء إلا ويموت حتى ملك الموت سيموت وأيضا يقول مثلا أحسن الله عزاك عظم الله أجرك غفر الله لميتك مثلا اصبر واحتسب هذه كان يقولها النبي عليه الصلاة والسلام يقولها الصحابة الكرام رضي الله عنه ولذلك الذي أراه بأن تترك قول البقية في حياتك لأن هذه الكلمة محتملة يعني يشترك فيها معنيان فتترك بارك الله فيك أبو محمد أيضا يسأل عن الحلف بالنبي يقول ما حكم الحلف بالنبي أبو محمد بارك الله فيك جماهير أهل العلم على حرمة الحلف بالنبي جماهير أهل العلم على منع الحلف بالنبي والحلف بالملائكة الحلف بالمخلوقات كل هذا مما جاء النهي عنهم ولذلك لا يجوز للإنسان أن يحلف إلا بالله إلا بالله لقول النبي عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر فلا يجوز لأحد أن يحلف بجبريل ولا بميكائيل ولا يحلف بالأنبياء مثلا ولا بآدم ولا بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا يجوز لحلف بالكعبة هذا كله محرم ولا يجوز وإنما يحلف بالله أو يسكت هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام لذلك في حديث عمرو بن الخطاب أن النبي عليه الصلاة والسلام تبعه وقال لا تحلفوا بآبائكم لأن العرب كانت تحلف بالآباء وللأسف الشديد تطورت أحوال الناس من حيث الحلف إلا إلى أشياء عظيمة جدا نعوذ بالله يعني بعض الناس الآن يحلف بحياة الإنسان يقولوا حياتك هذا ما يجوز كيف تقولوا حياتك وبعض الناس يحلف براس يقولوا راسك أو راس أمك وراس أبوك مثلا بل تطور الوضع إلى الحلف بالشرف والعياذ بالله هذا كله مما هو محرم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت أبو محمد يسأل يقول أحيانا من يتعلم اللغة الإنجليزية ويأتي إلى قضية الذكرى الله عز وجل يقول يقول هل هذا يجوز أخوي الفاضل بارك الله فيك بالنسبة للعبارة هذه يعني موهمة وكثير من العلماء ذكرها ضمن الألفاظ المنهي عنها لماذا؟ لأن اللفظة هذه بهذه اللغة تعني إله غير الإله الذي نحن نعبده تعني إله غير الإله الذي نحن نعبده ولذلك الإنسان إذا أراد أن يتكلم باللغة الإنجليزية وجاء ذكر الله عز وجل يقول الله ما في داعي أني أستخدم نفس المفردة ليستخدمها القوم لأنهم يعتقدون غير الذي أنا أعتقد هم يعتقدون غير الذي أنا أعتقد فلذلك الله جل يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فإذا جاء الإنسان ليعبر عن لفظ الجلالة يعبره بقول الله الله بارك الله فيك أبو محمد يقول يعني يوجد بعض الأمم من غير العرب يقول يعني إذا كان يريدون الإشارة إلى مكان مهم يقولون مكة يعني ما حكم ذلك أبو محمد بارك الله فيك يعني أولا يعني بالنسبة لي مثلا السؤال لو كان لنا كمسلمين إذا أردنا أن نعبر عن مكان نقول والله هذا المكان مكة ممكن يعني نذكر الحكم لأن هذا غير صحيح يعني مكان مثلا حديقة أو قطعة أرض غالية الثمن نقول والله مكة هذه أرغب الناس فيها هذا كلام غير صحيح و لا يجوز للمسلم أن يستعمل اسم مكة للترويج الدنيوي كتجارة أو شيء من هذا القبيل ما يجوز قضية أن القوم هؤلاء أنا أول مرة أسمع هذا الشيء هم يتحدثون بهذا يعني كيف تملك هؤلاء القوم و كيف تقوله بأن هذا حلال أو هذا حرام هل يفهم عليك أو هل مثلا هو عنده فكرة معينة مثلا هل هو مثلا يريد أن يرغبك كمسلم أنك تأتي إلى مدينة مثلا سياح يقول والله هذه مكة لا أنت تفهم إذا كان موجود أنا ما أدري إذا كان موجود تفهم تقوله يعني مكة هذه مقدسة عندنا ما تنتقل لا اسما ولا واقعا إلى إلى أماكن أخرى فما أدري أخي الفاضل أنا ما استوعبت السؤال حقيقة لكن إذا كنت تقصد هذا المعنى فيعني الجواب أصرا للمسلم الذي ممكن أن يستخدم اسم مكة استخدام ترويجي مثلا لأجل مكاسب مادية نقول له لا ما يجوز أم عبد الله بن أبوظبي بارك الله فيها تقول الوالدة يعني إذا صلت على الكرسي وجاءت لتسجد هل تسجد بالعين أو تومئ برأسها أم عبد الله بارك الله فيك و بارك الله في الوالدة و شفاها الله و عافاها إذا الوالدة غير قادرة على السجود و هي تصلي على الكرسي فإن صلاتها بالطريقة هذه يعني بعد ما تنتهي من الفاتح يقل على السورة تقول الله أكبر و تومئ برأسها هكذا الله أكبر سبحان رب العظيم سمع الله لمن حميد فإذا جاء السجود تنزل رأسها يعني أقل يعني أنزل من قضية الركوع لحتى تميز بين الركوع و السجود الله أكبر سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى الله أكبر و هكذا بهذه الطريقة أما الصلاة بالعين ما عندنا شيء اسمه صلاة بالعين و ما يذكره الفقه ما عليه دليل لإشارة بالعين هذا ليست صلاة بارك الله فيك و إنما تصلي بهذه الطريقة أبو إبراهيم من إيطالي يقول في أخت عندها أخ سجين يقول يقول أبو إبراهيم هل يمكن أن تعطيه من زكاة المال ليدفع المصرفات إلى المحامي أبو إبراهيم بارك الله فيك بالنسبة لهذه المرأة إذا كان مثلا تريد أن تعطي الزكاة لأخيها المسجون بقضية مالية أو بأي قضية أخرى مثلا و ما عندها القدرة على أن يعطي المحامي أجرة الترافع نعم يجوز أن تعطيه من زكاتها لأن نفقة غير واجبة عليها فيجوز أن تعطي أخاها من زكاة مالها بارك الله فيك أبو إبراهيم عفوا يسأل يقول بالنسبة للذبيحة ماذا يقال عند الذبح أبو إبراهيم لعلك استمعت إلى جوابي قبل قليل و هو عند الذبح يقول بسم الله وجوبا و من تعمد ترك التسمية على الذبيحة فإن ذبيحته لا تؤكل لقول الله عز وجل و لا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه أما من نسيها فيسقط الحكم بالنسيان و يسمي بعد ذلك إذا تذكر إذا تذكر يسمي بعد ذلك و لو قال الله أكبر لا بأس و هذه سنة سواء في الأضاحي و غير الأضاحي في الأضاحي و غير هذا هو الذي يقال عند الذبيحة أبو إبراهيم من إيطالي يسأل يقول هل يجوز للإنسان المتساهل بالصلاة أن يذبح ذبيحة و أن تؤكل ذبيحته أخي أبو إبراهيم بارك الله فيك بالنسبة للشخص إذا كان مثل ما ذكرت مقرب الصلاة و معترف بها و ملتزم لها إلا أن يتساهل في قضية الصلاة فنعم ذبيحته تؤكل في قول جماهير أهل العلم أما إذا كان مقرب الصلاة لكنه لا يصلي ولا صلاة ولا صلاة يصلي و هو يشهد أن لا إله إلا الله و أن محمد رسول الله و لكن ما يصلي ولا صلاة ففي خلاف جمهور الفقهة يقول نعم يجوز أن تؤكل ذبيحته ما دام أنه يشهد أن لا إله إلا الله و أن محمد رسول الله هناك مذهب من المذاهب الفقهية و رجح هذا القول جمع من أهل العلم من السلف فعلا ما تؤكل ذبيحته لأنهم يحكمون على تارك الصلاة بالكفر و لو كان متساهل متهاون قالوا لأن ترك الصلاة مضاد للإيمان فالله جل وعلا قال و ما كان الله ليوضيع إيمانكم يعني صلاتكم فيذهبون إلى أن تارك الصلاة حتى لو كان معترف لكن ما يصلي ولا صلاة قالوا هذا يعني يكفر الكفر الناقل و يرتبون الأحكام منها قضية عدم الذبيح لكن بالنسبة للشخص الذي ذكرت أسأل الله تعالى أن يفتح على قلبه أسأل الله تعالى أن يهديه ما دام أنه معترف بالصلاة و يصلي أحيان و يترك أحيان يرجى له الخير إن شاء الله و يرغب و يعلم و يوجه و إذا ذبح ذبيحة تؤكى ذبيحته أبو علي من الشارق يقول ما حكم الذي بعد صلاة الفجر يجمع كفيه و ينفث و يمسح بيديه أبو علي بارك الله فيك يعني إذا كان هذا الشخص ملتزم هذا الأمر و متقيد به و يوظفه بعد كل صلاة أو صلاة صلاة الفجر أو المغرب فهذه بدعة محدثة عليه أن يتق الله و أن يترك هذا الأمر ففتح اليدين و النفس فيه ما هذا عند النوم لما يأتي على سرير النوم قبل ما ينام يفتح يديه و ينفث فيه ماك و بعدين يقرأ القواقل الثناث كل واحدة ثلاث مرات و يمسح سائر جسده أما أن يأتي شخص بعد صلاة الصبح و يبدأ يمسح جسمه لا هذا ما عندنا فيه دليل إذا حصل مرة يعاني شيء يعاني مشكلة مرة مرتين مثلا ممكن أما يلتزمها و يقيدها و يوظفها بعد الصلاة نقول له من أين لك هذا أين الدليل هل فعله النبي عليه الصلاة و السلام هل أرشد إليه هل فعله الصحابة الكرام و لذلك ينبه على مثل هذا بارك الله فيك أبو علي يقول بعض الناس إذا قامت الصلاة قال يقول قامت و دامت أخوي الفاضل أبو علي بارك الله فيك بالنسبة لهذه الألفاظ ألفاظ شرعية و تحتاج إلى دليل من كتاب الله و من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عندنا شيء من هذا فهذا لا أصل له قامت و دامت لا أصل له ورد في سنن أبي داود بإسناد ضعيف قول عند إقامة الصلاة أقامها الله و أدامه و ليس قامت و دامت أقام هذا إسناده ضعيف و لا يقال شيء عند إقامة الصلاة العلماء اختلفوا هل يردد الإنسان خلف المقيم مثل ما يردد خلف المؤذن قولان من أهل العلم من قالوا لا يردد قالوا لا يردد لأن النبي عليه الصلاة والسلام سنى الترديد خلف الأذان و من أهل العلم قالوا نعم يردد لماذا لأن الإقامة أذان سماها النبي عليه الصلاة والسلام أذان فقد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بين كل أذانين صلاة والأذان المقصود فيه النداء بالصلاة النداء الذي يرفع عند الوقت والأذان المقصود به الثاني هو إقامة الصلاة ولذلك هذه تترك بارك الله فيك أبو علي طبعا سؤالك الثالث أجبت عليك قبل قليل يعني بالاشتراك مع جواب سابق أم ليلى من فرنسا تسأل تقول هل صحيح أن صلاة المغرب تنتهي بعد الأذان بخمسة عشر دقيقة أختي أم ليلى بارك الله فيك الجواب لا هذا الكلام غير صحيح فوقت صلاة المغرب بإجماع أهل الإسلام وقت صلاة المغرب بداية وقت صلاة المغرب بإجماع أهل الإسلام عند غروب الشمس فإذا غروب قرص الشمس سقط قرص الشمس ولم يرى منه شيء يبدأ وقت صلاة المغرب وينتهي في قول جماهير أهل العلم عند غياب الشفق الأحمر والشفق الأحمر إذا حسبناه وقد حسبه أهل الاختصاص تقريبا ساعة وربع وحيانا يصل إلى ساعة ونصف مثلا على حسب الوقت في الصيف والشتاء ومن أهل العلم ذهب إلى أن وقت صلاة المغرب ينتهي بغياب الشفق الأبيض وليس الأحمر وهذا أيضا يكون أكثر من ربع ساعة ولذلك وقت صلاة المغرب بهذه الحدود بارك الله فيك أم ليلة تسأل تقول ما حكم أن يلبس الشخص على بلد غير مسلم الجواب يجوز يجوز إلا إذا كان فيه شعار ديني مضاد لما نعتقده نحن فإذا كان علم عادي ما في بأس هذه من جملة الأشياء العادية وترك هذا أفضل أو لا ترك هذا أفضل أو لا أما إذا كان يحمل شعار يتناقض ويتنافى مع دين الإسلام هذا لا يجوز بارك الله فيك وقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطمس ويمحو العلامات الموجودة في سجاد البيت إذا كان فيها شيء مضاد لما يعتقده المسلم علي بن أبوظبي بارك الله فيه يقول الوالدة اليوم تريد أن تصوم الأيام البيضة الثلاثة ممكن تكمل علي بارك الله فيك الجواب نعم ممكن تصوم ثلاث أيام من كل شعر خاصة وأن شعر ذي الحجة لا يجوز للإنسان أن يصوم اليوم الثالث من أيام التشريق الذي هو اليوم الثالث عشر فبعض الناس الآن يصوم اليوم الثالث عشر يقول لي أن من أيام البيض هذا حرام ما يجوز النبي عليه الصلاة والسلام قال عن أيام التشريق قال أيام أكل وشرب وذكر لله و لذلك من كان له عادة في صيام الأيام البيض يصوم أربعة عشر و خمسة عشر و ست عشر بارك الله فيك أم علي من أبوظبي بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة للوالدة تقرأ سورة الكهف ليلة الجمعة يعني يوم الخميس يعني ليلة الجمعة التي هي من بداية يوم الخميس تقول هل يعني تعتبر قراءتها صحيحة و مأجورة الجواب نعم يا أخت الفاضلة أم علي فإن الأحاديث الواردة في فضيلة قراءة سورة الكهف وردت في ليلة الجمعة و في نهار الجمعة و هذه الأحاديث بمجموعها تصرح للإحتجاج و تصرح للقول بالترغيب في قراءة سورة الكهف و لذلك إذا غربت شمس يوم الخميس دخل وقت يوم الجمعة إذا غربت شمس يوم الخميس هذه الليلة تسمى ليلة الجمعة فيجوز للإنسان أن يقرأ سورة الكهف من غرب شمس ليلة الجمعة أو بعد صلاة العشاء مثلا و هو أفضل يكون بعد صلاة العشاء و أيضا يقرأ في نهار يوم الجمعة هذا كله مشروع و لله الحمد و ألمن انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج أسأل الله تعالى أن يتقبل منا و منكم صالح الأعمال و أن يعيد علينا و عليكم العيد أعواما عديدة و أزمنا مديدة و نحن و أنتم و جميع المسلمين بخير و صحة و سلامة ألتقيكم غدا بحول الله تعالى و قوته السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اشتركوا في القناة هذا البرنامج متوفر عبر طبيق مرايا حملوا الآن من جميع المتاجر الإلكترونية